أفاد مسؤول كبير في الأمم المتحدة بأن إمدادات الغذاء لجنوب قطاع غزة معرضة للخطر بعدما وسعت إسرائيل نطاق عملياتها العسكرية وقال نائب المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي إن الوضع يتدهور حالياً في جنوب غزة وذلك على الرغم من تفاقم حدة الجوع وخطر المجاعة في شمال القطاع خلال الأشهر الماضية من داخل قسم الأطفال في مستشفى كماعدوان هذا القسم الذي استقبله خلال الأيام الأخيرة أكثر من 200 حالة من حالات سوء التغذية نتيجة عودة شبح المجاعة مرة أخرى إلى مناطق شمال قطاع غزة نرصد هذا الوضع مع والدة الطفل أمجد القنوع الذي يعاني مؤخراً من سوء التغذية وعدد من الأمراض السلام عليكم أنا والدة الطفل أمجد القنوع عمر ابني ثلاث سنوات وزنه خمسة كيلو تعرض ابني لسوء التغذية بشكل حاد أدى إلى مراد عنده وهو بارترسيدروم ونقص في البوتاسيوم وفي الصوديوم هذا سببه نقص الغذاء ونقص العلاج ونقص الأكل الصحي موجود في شمال قطاع غزة كيف كانت حالة الطفل قبل 7 أبتوبر أو قبل الحرب وهل كان هذا الأمر بارز عليه أو واضح المعالم؟ كان الطفل أمجد بحالة جيدة ولكن بعد الحرب أمجد كل يوم عن يوم يضعف يضعف يعني أنا اكتشفته أنه يعني عظامه مبينة كل شيء في جسمه مبين فاكتشفته روحتها كما العدوان حكوله عنده سوء التغذية وأدى يعني إلى مرض هو البرترسيدروم طب هل في شيء ممكن يعود غير للطعام حاليا إذا في مثلا المغذيات أو أدوية ممكن تعود نقص للبوتاسيوم؟ الطعام طبعا إشي أساسي وخاص الصح يعني والعلاج كمان كمان عدوان مش متوفر للمستلزمات الطبية فيها يعني الصوديو مش موجود فيه ولا البوتاسيوم يعني أنا مني بيشتر الصوديو من البوتاسيوم لما فيه مستلزمات طبية وما فيه تغذية خاصة في شمال غزة شكرا شكرا إذا شبح المجاعة يعود من جديد إلى مناطق شمال قطاع غزة في ظل عدم موجود أي مساعدة تدخل إلى مناطق الشمال ما يدخل حاليا هو فقط الدقيق لكن هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى التنوع الغذائي الذي يعينهم على تحمل هذا المرض والشفاء منه بأسرع قدر ممكن وأسرع وقت ممكن عبدالقادر صباح مستشفى كمان عدوان لقناتي العربية والحدث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة